بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله أنا الدكتور ناجي عبدالجبار في هذه المقطوعة سوف نتحدث لكم عن امتحان المستوى وامتحان المستوى مهم جدا قبل أن يقوم المعلم أو تقوم المعلمة بالتدريس وبعد أن يتحدث المعلم إلى الطلبة عن أهداف التعليم اللغة العربية وعن قوانين الصف وأنظمة الصف قبل أن يبدأ بالتدريس لابد من تحديد مستوى الطلبة لأنه كيف لي أن أقوم بتحضير الدروس دون أن أتعرف على مستوى المتعلمين والمتعلمات وامتحان المستوى هناك أمور مهمة يجب أن نراعيها حينما نحضر امتحان المستوى من هذه الأمور أن نحضر امتحانا يتناسب مع الفئة العمرية للمتعلمين والمتعلمات يعني الفئة العمرية من صف الروضة إلى الصف الثاني لهم امتحان يختلف عن الطلبة من الصف الثالث إلى الخامس وهؤلاء أيضا نحضر لهم امتحانا يختلف عن امتحان الطلبة من الصف الثالث إلى الثامن وكذلك الطلبة من الصف التاسع إلى الثاني عشر نحضر لهم امتحانا يختلف عن باقي الفئات العمرية إذن الفئة العمرية مهمة جدا أن نراعيها حينما نحضر امتحان المستوى الناحية الثانية المهمة هي أن نحضر امتحانا يجتمل على جميع المهارات اللغوية هناك بعض المعلمين يبدأون بإعداد امتحان كتابي ثم يقولون هذا الطالب متقدم أو يطلبون من الطالب أن يقرأ جملة أو كلمة ثم يقولون هذا مبتدئ الامتحان يجب أن يجتمل على مهارة الاستماع مهارة الكلام مهارة الكراءة مهارة الكتابة إذن ها هي المهارات الأساسية في أي لغة من اللغات وفي اللغة العربية يجب أن يجتمل الامتحان على هذه المهارات لأنه حينما أعد امتحانا مشتملا على هذه المهارات أعرف أقول هذا الطالب في نتيجة الامتحان متقدم في الكتابة مثلا لكنه على مستوى مبتدئ في القراءة أو قد يكون مبتدئا في الكلام لكنه متقدم في الكتابة وهكذا فإذن حينما يكون الامتحان مشتملا على جميع المستويات يكون الامتحان أكثر دقة من الامتحان الذي يجتمل على مهارة أو مهارتين فقط وطبعا الامتحانات هي أنواع منها امتحان المستوى منها امتحان تحصيلي سنتحدث عنها منها امتحان الكفاءة لا نريد أن نتحدث عن جميع الامتحانات الآن نحن نتحدث عن امتحان المستوى على وجه التحديد قبل أن أقوم بإعداد وتحضير الدروس وسأقول لكم مثالا نموذجا من امتحانات المستوى ليس شرطا أن يكون الامتحانات كلها تكون على هذا النمط وإنما هذا نموذج من هذه الامتحانات على سبيل المثال طبعا في البداية نضع الاسم نترك فراغا لإسم الطالب وقد يكون بالعربية وقد يكون بالإنجليزية ليس مهما لأنه حسب قدرة الطالب ثم نحدد الصف وكل سؤال حينما نكتبه نكتبه بالعربية وبالإنجليزية لأن هؤلاء الطلبة غير ناطقين بالعربية ولهذا نضع وصفا للسؤال بالعربية والإنجليزية مثال السؤال الأول على سبيل المثال ماذا أقول في الحالات التالية What do I say in the following cases مثلا تحية الصباح morning greeting وأضع خيارات مع السلامة صباح الخير مساء الخير يعني أنا أطلب من الطالب أن يحدد أنه في تحية الصباح ماذا يقول ماذا يختار من هذه العبارات مثلا للترحيب بالشخص أقول to welcome someone I say أهلا وسهلا ما اسمك كم عمرك فالطالب إذن يختار عبارة من هذه العبارات إذا قدم لي أحد شيئا أقول if I am offered something I say كيف حالك شكرا وعليكم السلام إذا سئلت عن عمري أقول if I were asked about my age I say اسمي أحمد أنا بخير أمري عشر سنوات عند السؤال عن صحتي أقول when I say when I'm asked about my health I say أنا بخير عليكم السلام مع السلامة لاحظوا إذن هاي خمسة أسئلة ضمن السؤال الأول اللي هو يتعلق بالكلام أنا أريد أن أعرف هل يختار الإجابة المناسبة في حالات الكلام في حالات تبادل الحوار مع الآخرين أم لا هذا السؤال الأول السؤال الثاني أضع إشارة بجانب العبارة الصحيحة I write X mark next to the correct expression هذه طالب هؤلاء طالب هذا طالب ذلك تلميذة ذلك تلميذ تلك تلميذ هذا بيت هذه بيت هذا بيوت أنت ممتاز أنت ممتازة أنت ممتازات هو ناجح هو ناجحة هو ناجحون إذن هذه مجموعة من الخيارات خمس خيارات وعليه أن يختار الإجابة المناسبة من كل واحدة من هذه النقاط السؤال الثالث أكون كلمات من الحروف التالية I connect the letters to make useful words نضع مثلا هناك خيارات وسوف نعرضها صورة عن هذه الصفحة حروف مجموعة إلى بعضها البعض وعلى الطالب أن يكون من هذه الحروف كلمات السؤال الرابع أحلل الكلمات إلى حروفها الأصلية يعني نريد أن نعرف هل الطالب يستطيع أن يكون كلمات من حروف وهل يستطيع أن يحلل الكلمات إلى حروفها السؤال الخامس أضلل الدائرة بجانب الكلمة التي تمثلها I fill out the bubble next to the word represented by the picture في هذه الصفحة مجموعة من الصور تحت كل صورة مجموعة من الكلمات فعلى الطالب أن يضلل الكلمة التي تشير إلى تلك الصورة هذا السؤال الخامس السؤال السادس هناك مجموعة من الصور وعلى الطالب أن يكتب كلمة تحت الصورة المناسبة I write the word that is represented by the picture هذا السؤال السادس السؤال السابع أقرأ الكلمة وأضع الشدة على الحرف المناسب مثلا تفاح جدي ثلاجة بطة شباك رمان وهكذا على الطالب أن يعرف أين توضع الشدة في كل كلمة من هذه الكلمات السؤال الثامن أضع دائرة حول الكلمة التي لا تنتمي إلى المجموعة I circle the word that is not related to the group هناك مجموعة من الكلمات في كل سطر في هذه المجموعة في كل سطر كلمة لا تتناسب مع باقي المجموعة مثلا دفتر دفتر كلم كتاب مصطرة تمر برتقال حقيبة موز تفاح بطيخ ثوب قميص جاكيت طعام بلوزة معلمة طيارة قطار سيارة باس فلافل حمص فول كرسي بيض أب أم أخت باب أخ هذه مجموعة من الخيارات في كل سطر كلمة واحدة لا تنتمي إلى باقي المجموعة معنى ذلك هو يعرف معانيها إذا عرف الإجابة السليمة السؤال التاسع أصل بين الكلمة في المجموعة الأولى وما يناسبها في المجموعة الثانية I connect between a word from the first column and the appropriate one from the second column ففي أن مجموعة كلمات في العمود الأول ومجموعة كلمات في العمود الثاني على الطالب أن يصل بين هذه الكلمات المتناسبة فإذا استطاع أن يصل مثلا بين شجرة خضراء إذن معنى ذلك هو يعرف أن الخضراء هي صفة للشجرة مثلا وردة بحر طفل امرأة فيل في العمود الثاني خضراء سياسية وسيم حمراء ضخم أزرق يجب أن يختار الصفة المناسبة من العمود الثاني ليصف هذه الكلمات في العمود الأول السؤال العاشر أملأ الفراغات بالكلمات المناسبة I fill in the blanks the correct word هنا الكلمات مثل تحت إلى من مع في وعن فهناك جمل خمس جمل وعلى الطالب أن يختار الكلمة المناسبة في الفراغ المناسب السؤال الحادي عشر I fill in the blanks هناك أختار الكلمة المناسبة وضعها في الفراغ المناسب هناك كلمات أسماء وعلى الطالب أن يختار الكلمة المناسبة في الجملة المناسبة طبعا السؤال الذي قبله يتعلق بحروف الجر هنا يتعلق بأسماء مثلا أذهب في الصيف إلى الشاطئ هنا يختار الكلمة المناسبة زرت حديقة اشتريت السمكة من يلعب الولد بالكرة في استيقظ في الساعة لبست البنت في فراغ السؤال الثاني عشر أملأ الاستمارة التالية I fill the following identification card اسمي عمري صفي مدرستي هوايتي إذن هنا إذا استطاع أن يعبر عن نفسي بأن يتحدث عن نفسي من خلال تعبئة هذه الجمل السؤال الثالث عشر أصل بين العبارتين المتناسبتين من هذا؟ هذا أخي محمد مثلا هذا مثال هل تحب المدرسة؟ كيف حالك؟ أين القلم؟ ما هذه؟ من أين أنت؟ لأن هذه في العمود الأول في العمود الثاني هذه مسترة أنا من العراق الحمد لله بخير نعم أحبها على المكتب إذن هو يختار عبارات من العمود الأول ويصل معها العبارات من العمود الثاني هناك أسئلة أختيار كلمة تصل بكلمة هناك أسئلة عبارة توصل بعبارة السؤال الرابع عشر أضلل الدائرة بجانب الجملة التي تعبر عن الصورة إذن في مجموعة صور وتحت كل صورة جملة فعلى الطالب أن يضلل في المكان المناسب العبارة أو الجملة التي تعبر عن تلك الصورة السؤال الخامس عشر أرتب الكلمات لتكون جملا مفيدة هنا كل جملة مرتبة بطريقة خاطئة وعلى الطالب أن يعيد ترتيبها لتكون جملة مفيدة I rearrange the following word to make meaningful sentences مثلا أنا القهوة ولا أحب لا الشاي أحب لاحظوا هذا مثال وباقي الجمال على هذا النمط عبارة عن كلمات غير مرتبة وتحتاج إلى ترتيب السؤال السادس عشر أضلل الدائرة بجانب الإجابة الصحيحة هو هناك سؤال وعلى الطالب أن يضلل الكلمة المناسبة السؤال السابع عشر أترجم الجمل التالية إلى العربية I translate the following sentences to Arabic في مجموعة جمل باللغة الإنجليزية هو عليه أن يترجمها إلى اللغة العربية والسؤال الثامن عشر بالعكس أترجم الجمل التالية إلى اللغة الإنجليزية جمل عربية يترجمها إلى اللغة الإنجليزية I translate the following sentences to English مثلا ذهبت مع إخواني وأخواتي إلى السوق سوف يأتي أقاربي من الجزيرة العربية إلى أمريكا أعمل في الكويت من مدة طويلة انتقلنا إلى بيت جديد في الشهر الماضي أريد أن أدرس الهندسة في الجامعة السؤال التاسع عشر أكتب خمس جمل مفيدة عن شيء أحبه I write five sentences about something that I like إذن هذا سؤال نريد أن نعرف إذا كان هو متقدما من ناحية المستوى بإمكانه إذن أن يكتب على الأقل خمس جمل عن موضوع معين آخر سؤال وهو للمتقدمين أيضا أقرأ النص التالي ثم أجيب عن الأسئلة الواردة بعدها هناك نص وهناك مجموعة من الأسئلة تتعلق بأن يضع عنوانا للنص أن يحدد الأفكار الرئيسية في النص أو أن يجيب عن بأقي الأسئلة لأن هذه مجموعة من الأسئلة عددها عشرون سؤالا وكل سؤال فيه خمس نقاط إذن المجموع يصبح من مئة إذن معنى ذلك أننا حينما نحدد امتحان مستوى يجتمل على الكلام والاستماع والقراءة والكتابة والمعاني والقواعد إذن هو يجتمل على كل المهارات العربية ويكون كل سؤال فيه خمس نقاط والمجموع من مئة إذن أعرف في النهاية كيف أحدد علامته من مئة فإذا حصل أنه حصل من مثلا فوق الثمانين إذن هو متقدم إذا كان من ستين إلى سبعين إذن هو متوسط إذا أقل من ذلك معنى ذلك هو في مبتدئ لا يزال وهكذا الأسئلة لاحظوا الأسئلة تجتمل على أنماط كثيرة منها لمستوى المبتدئين منها لمستوى المتوسطين ومنها لمستوى المتقدمين هذا الامتحان المجتمل على هذه المستويات هو يصلح أن يعطى لطلبة لتحديد المستوى ويمكن لطلبة من مستوى روضة إلى الصف الثاني أن يضع لهم امتحان يتناسب مع مستوىهم هذه أمور أحببت أن أشير عليها بالنسبة إلى امتحان المستوى وإن شاء الله نتحدث في مقطعات أخرى عن أنواع الامتحانات أو أنواع التقييمات غير امتحان المستوى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته